بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا اللهم أمين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في فقراتنا الأسبوعية من نوابغ مصرية معنا النهاردة شاب جميل من شباب المسلمين ومن شباب الأظهر الشريف طالب في سنة تانية كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأظهر زاحم كبار القراء بتمكنه في حفظ وإتقان وتلاوة كتاب الله جل وعلا كلنا شفنا من سنتين في رمضان الختمة اللي كان بيعملها المشايخ في مسجد الفتاح العليم كبار القراء في مصر يقرؤون وكان من بينهم شابين صغار مش هقول طفلين لا شابين صغيرين الشيخ طاها عزة القارئ والمبتهل والمنشد بارك الله فيه ونفع به برحب بالشيخ طاها أهلا بك شيخ طاها أهلا وسهلا بفضلتك أولانا منورنا ومشرفنا ومشرفنا ويعني نابغة مصرية تستحق التقدير والاحترام من الشيخ طاها إيه المراكز اللي حصلت عليها يا شخ طاها الحمد لله والصلاة والسلام والسلام أبلاقي كلامي أنا سعيد جدا وفخر والله بجود مع حضرتك أنا أسعد والله سعيد والله وأستاذ المشاهدين أولا أنا الحمد لله بدأت حفظ القرآن في سنة 6 سنوات وتمت حفظه الحمد لله في سنة 10 سنوات تقريبا وبدأت أقرأ في المساجد من المسابقات الدولية الحمد لله اللي حصلت عليها ومسابقة ماليزيا الدولية لحفظ وتلوث القرآن الكريم الحمد لله طلعت الأول على الجمهورية وبعد كده مسلت مصر في ماليزيا بعدها الحمد لله خدت مركز ثالث في مساوقة أندل أصوات بالجامعة الأزهر والحمد لله سفرت باكستان سنتين واربعض كنا بنحتفل باحتفالات المولد النبوي في باكستان 2018 و2019 وحاليا دلوقتي إمام مسجد نادي مجلس الدولة ما شاء الله ربنا يبرك فيك الشيخ طاها والده الشيخ عزة أيضا زميل لنا إمامه خطيب بالأوقاف واللي اهتم بالشيخ طاها واكتشفه يمكن الأستاذ بتاعه الأستاذ وليد مظالي في معهد ادفينا الإعداد السنوي الأزهري بمدينة رشيد بالبحيرة أسأل الله أن يبارك في والديه وأن يبارك في معلميه اللهم أمين نبدأ بالقرآن والشيخ طاها صوت نادي جميل في قراءة القرآن الكريم سمعنا شخ طاها آيات من الذكر الحكيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالقات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالقات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالقات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن المقرين الله يفتع عليك الشيطان والتين والزيتون ربنا بيشير في الآية إلى فلسطين بلد المسجد الأقصى الأسير سأل الله أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات وطور سينين طور سيناء في مصر وهذا البلد الأمين مكة المكرمة ربنا يبارك في الشيخ طاها وفي كل أولادنا وبناتنا اللهم أمين هروح فاصل وارجع لحضراتك تاني محضر لكم مفاجآت كثيرة من الإنشاد وفقرات الإنشاد خليكم عانا وصلوا على الحبيب